يا أخي الله يساعدكم الله العظيم الله يعنكم على ما ابتلاكم لا لا سهلة 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 لا تخاف علينا أبدا لا تخاف علينا زين لا تخاف علينا شايفين ظروف أقصى من هذه الظروف ايه معلم على الصدعات قلبي مو يشات انت واصل للعدام مرتين تطلب الله بطلابه انت تلعب بالوقت الضايع الحمد لله العمر الطويل مو على صعيد شخصي يعني أقول مو على صعيد شخصي على صعيد وطني قصدي العراق شايف الكثير يعني بس تجاوز تجاوز هاي الأمور كلها والله يا أستاذ سبحان وللجميع نخاف على كل ولدنا العراقيين لأنه هذا فائض القوة اللي موجودة الآن حتى أدوا ليداتنا بمحور المقاومة هذا فائض يجب أن يكون لصالح العراق لبناء العراق لخدمة العراق نحن دخلنا في حروب مدمرة أي قوة حقيقية الآن تنشأ على الأرض يجب أن تكون قوة عراقية خالص هل مرة نريد أن نكون أنانيين من أجل مصلحة العراق والله ذاك اليوم ما أحد وقفوا إينا لما أخذتنا داعش ونعرف وتعرف من كان يغذي داعش ومن كان يطيب داعش ومن كان يسلح داعش أو من كان بالخط الأمامي لداعش عوفك من الخبن السياسة والتسريحات نريد ولا نريد الكل لعبة الكل لعبة بورقة داعش ضد العراق ولا أتمنى الآخرين أن يفهموا هذه النقطة أن أي عراق يسقط نحن يفقس عيوننا أو على عم عيوننا أن يسير لكن الريد العراقي عراقي من أجل العراق ولا يشرفنا أن ننتمي إلى أي أجلبي تحت أي عنوان مذهبي عقائدي سياسي أمني اقتصادي الانتماء لغير العراق مذلة كفر وإلحاد تمام سيادة المستشار أنا معاك تماما معاك معاك تماما في هذا الخطاب الراقي والجميل نعم نحن محتاجين أن العراق أولا يكون هو في المقدمة أولوياتنا اليوم العراق في فجوة كبيرة خاصة في قضايا التنمية بين أقرب دول المنطقة أقرب دول الجوار صراحة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية أو الأردن فنحتاج إلى فترة من الاستقرار وأيضا دستورنا أيضا قضية الحرب والسلام هي قرار بيد الدولة يعني يفترض أن كل قوى السياسية أو الأغلبية المطلقة توافق والرئاسات توافق فهذا شيء جيد أيضا يخدم استقرارنا ومن خلال الاستقرار ممكن أن يعني السياسة لا تعجز عن إيجاد الحلول موسيقى 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 موسيقى